السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سأحل مع بعض أسئلة من الوحدة الثالثة سؤال 47 يركل لاعب كرة قدم الكرة بسرعة 22.4 متر على ثانية وبزاوية 49 درجة أعلى المستوى الأفقي من مسافة 39 متر من المرضى نتخيل الرسم مع بعض كان ماتش كرة وطبعا كلكم يحب الكرة وإيه يا سي دي نجيل لعيب وشغط الكرة من هنا كده بس الكرة مادة عملت كده مش مشكلة وراح شايتها بسرعة وفي او وبزاوية اسمها ثيتا الكرة طبعا إيه سفرت وبعدين كان واقف على مسافة 39 متر من المرمى المرمى كان هنا كده دي المرمى الشبكة بتاعت المرمى الشبكة الجون يعني الجون ده ارتفاعه كم يا رجالة؟ ارتفاعه 3.05 متر سبيسألني الرجل المحترم سؤال بيقول لي هل الكرة دخلت جون ولا ما دخلتش؟ لو دخلت اوكي خير وبركة لو ما دخلتش يا ترى جات فوق العرضة بقدي ايه؟ يعني المسافة هذه قدي ايه؟ تعال هنشوف كده المعلومات اللي عندي وممكن يستفيد منها ايه؟ اول معلومة يا شباب عندي الـ بتساوي اتنين وعشرين بوين تربعة متر على الثانية وعندي الزاوية بتساوي تسعة واربعين درجة اقدر اجيب في في اتجاه اكس بتساوي في او كوساين ثيتا يعني بتساوي اتنين وعشرين بوين تربعة مضروفة في الكوساين تسعة واربعين يعني السرعة على محور اكس بتساوي اتنين وعشرين بوينت اربعة كوساين تسعة واربعين بيساوي اربعتاشر بوينت ستة تسعة ستة متر على الثانية يعني انا كده جبت المركبة الافقية في اكس وفي عندنا المركبة الرأسية ليه في او واي نجيبها كمان شوي طب عندك في اكس وعندك دلتا اكس ما هي التسعة وثلاثين دي دلتا اكس تقدر تجيب الزمن ولا ما تقدرش نقدر نجيب الزمن يا مستر عشان الفي اكس بيساوي دلتا اكس على التايم هي نفسها التايم بيساوي دلتا اكس على الفي اكس يعني هي ساوي تسعة وثلاثين متر قسمة اربعتاشر بوينت ستمية ستة وتسعين متر على الثانية تلبية يعني دلوقتي الزمن اللي هتستغرق الكورة عشان توصل للحتة اللي فيها الشبكة دي اتنين بوينت ستة خمسة اربعة ثانية ده تايم فاكر ولا مش فاكر حلينا مسألة زيها بالزبط انا هجيب الارتفاع ده هجيب الارتفاع في الحتة دي عايز اجيب الواي في المكان ده بيساوي كام واقارنها بالثلاثة بوينت زيرو خمسة لو اكبر يبقى للأسف الشديد الكورة مش هتخش جون لو قال يبقى الكورة داخلت جون والناس هيصت نجيبها من انية معادلة يا دكتور نقدر نجيبها من المعادلة دي اللي هي بتاعت واي ناقص واي انيشيال بتساوي في او واي مضروبة في التايم ناقص نص جي تي تربية احفظوا المعادلة دي الله يكرمك وبما ان الفي انيشيال واي بتساوي في او ساين سيتا في انيشيال ساين سيتا بدل ما اجيبها برة ممكن اعوض بها في القانون نفسه يعني هشيل البي او واي دي واكتب بدلها في او ساين ثيتا مضروبة في التايم يبقى الواي ناقص صفر عشان اتحدفت من سطحة ارض الكرة تشاطت من سطحة الارض بتساوي في انيشيال بكام باتنين وعشرين ساين سيتا بكام بتسعة واربعين كل ده مضروب في التايم اللي انت لسه جايب واتنين بوينت ستة خمسة اربعة ناقص نص مضروب في التسعة بوينت واحد وتامانين مضروب في الاتنين بوينت ستة خمسة اربعة تربيع يلا نعوض يا شباب تعال نجيب الكرة دخل تجون ولا لا ما تنساش انك انت تعود بالراحة اتنين وعشرين ساين تسعة واربعين كل ده ضرب الانسر اللي هو كان بتايم ناقص نص ضرب ضرب تسعة بوينت واحد وتمانين ضرب الانسر تربيع يبقى كده حضرتك اللي ارتفاع طلع تسعة متر تسعة بوينت خمسة اتنين متر يعني الراجل ما كانش بيشوت في الجون ده كان بيستطح امام بيقول لي ما المسافة التي تخطط بها الكرة العرضة المسافة ممكن اسمي الحتة دي دي الدستانس اللي تخطط بها العرضة والدي هاا ناقص ها تساوي تسعة بوينت خمسة اتنين ناقص تلاتة بوينت زيرو خمسة انا معاك الانسر في الاقيال حسب it انا باخد الانسر بتطلع ستة بوينت اربعة تسعة متر يا قبر ابياد يعني فوق العرض ده بستة متر ونص يعني فعلا الراجل كان بيصطاد حميم ما كانش بيلعب كورا يعني ده كده المدرب هيغيره دلات عضو طيب تعال كده شاب ايه نبص بصة سريعة معلش تاني في الازيز كده انا كان عندي ال V O جبت ال V X وكان شريطها باثنين وعشرين بوينت اربعة كوسين كزا على الكلام ده يعني هنا الدلتا اكس تسعة وثلاثين على اتنين وعشرين بوينت اربعة كوسين تسعة واربعين حسس الرقم كبير اوي يعني العيب كورا هيشط الفرق ده كله اتنين بوينت ستة خمسة تمام بعد كده قلنا ال Y ناقص Y نود بتساوي V O ساين ثي تفتي ناقص نص جي تي تربيع على فكرة انا بحل المسائل معاكو ها فلو لقيت فيه غلط في الحسابات او لحاجة تعذرني يعني اه هادي خالف كده خدنا تايم رحت انا عامل ايه بال الحزبة بتاعتي قلت اتنين وعشرين نفتح قوس اتنين وعشرين ساين ساين تسعة واربعين اقفل القوس ساين تسعة واربعين ضرب الأنصر ضرب ساين تسعة واربعين كل دوت بيساوي ناقص افتح قوس كمان مرة ونص في تسعة بوينت واحد وتمانين في الأنصر تربيع ايه في القوس يطلع ال Y تسعة بوينت خمسة اتنين كده الحسابات المزبوط تسعة بوينت خمسة واحد تمانين ناقص الثلاثة بوينت زيرو خمسة ارتفاع المرمى يبقى فعلا كان الراجل باستاد حمام عما صفير ما السرعة المتجهة الرأسية للكرة في الوقت الذي تصل فيه الى المرمى عايزين السرعة الرأسية عايزين فيه فاينال واي للكرة في الوقت الذي تصل فيه عند المرمى ما فوقش بتاعدي كانت سرعتها الرأسية كيف اقول له يا عزيزي المطلوب رقم عايز بتساوي يؤدي الى ان بتساوي في انيشيا الواي بالفي او ساين ثيتا ناقص جي في تي والتايم عندنا وكل حاجة عندنا يبقى الفاينال واي بتساوي في انيشيا الى كامل شباب باثنين وعشرين ساين تسعة واربعين دول مع بعض كده ناقص تسعة بوينت واحد وتامانين ضرب التايم اتنين بوينت ستة خمسة اربعة وطلع له السرعة ناقص تسعة بوينت واحد وتامانين ضرب اتنين بوينت ستة خمسة اربعة تطلع سالب تسعة بوينت اربعة تلاتة متر على السن ده كده السرعة الايه يا شباب السرعة الرأسية في الوقت ده يعني كانت الكرة نازلة لو كانوا رجعوا للجون شوية مية خمسة اشر عشرين متر واراكة ممكن تخش جوة بس في المرة اجي ان شاء الله السلام عليكم واناقص لها بركاته اشتركوا في القناة